ده يخلينا نروح للسؤال أو ده كانت إجابة سؤال اللي قدت أسأله لك. هل النتائج المخيبة للفرق الكبيرة وخاصة نتكلم على فرق زي فرنسا أو فرق زي إنجلترا حتى ألمانيا في الجولة الأخيرة هل السبب اللي أنت بتتكلم عليه ده وهو ما فيش الدوافع الكبيرة أنه يلعب بقوة أو يكون يزهر بمستوى الكبير مع العلم أنه ممكن جدا تكون ديت بالنسبة لبعض المنضربين يستويس جدا على سبيل المثال. خلاص يعني كل الناس بتتكلم أنه هو مش هيكون موجود في إنجلترا بعد كاس العالم بالضبط كده. لا هو كابتن المباريات كلها زي ما احنا شفنا. شفنا ألمانيا وشفنا إنجلترا وشفنا الفرق الكبيرة بتمر بمشاكل كتيرة جدا. النتائج كانت مفاجأة. يعني لما المجر تكسب إنجلترا 4-0 في ومبل دي كانت مفاجأة كبيرة جدا. لما نشوف أن فرنسا بتخسر من كرواتيا ونشوف فرنسا بتخسر من الدنمارك نشوف أنا وإنت والسادة مشاهدين كمان عشان نتابع نتائج الجولة الخامسة. حضراتكم عارفين يمكن هو دور المجموعات ينتهي بست جولات النهاردة. وبكرة إن شاء الله تنتهي الجولة الستة. لكن كمان نشوف ونتابع مع حضراتكم عشان كمان السادة مشاهدين يتابعونا نتائج الجولة الخامسة من هذه البطولة. وإذا أنت ما بتقول محمود بعض المنتخبات يعني بتعاني بشكل أو بآخر. وخاصة المنتخب الإنجليزي. خلاص انت شايف أن ساوز جيت على مستوى الإدارة الفنية لإنجلترا قدم كل ما لديه. هل الراجل مظلوم في هذا الجيل. هل إمكانياته الفنية ده أقصاها. أم اختياراته لبعض اللاعبين. خاصة على مستوى الدفاعي. سبب فيما يظهر فيه المنتخب الإنجليزي. أكيد يا قابتل. ساوز جيت من قام كاس العلم 2018. إنجلترا أخدت رابع كاس العلم. ولكن هي بالسكواد وبالفريق اللي كان موجود. كانت ممكن تروح أبعد من كده. خسرت السيمي فاينال وخسرت مر حتى كمان المركز الثالث. وبقت خدت المركز الرابع فيه 2018. ولكن ساوز جيت ما كانش بيقدم أداء قوي أو أداء جميل للمنتخب الإنجليزي. وشوفنا بقى كابتن بداية من دولة أمور أوروبية ما كذبوش ولا مباراة. طبعا كل ما بقولك يعني على مستوى المنتخبات الكبيرة. نتكلم على كرواتيا فازت على النمسا 3-1. وبقية الفرقة الصغيرة يعني بتحاول بقدر أنها تظهر بشكل بشكل جيد. لكن دايما الفرقة الكبيرة بتحقق نتائج جيدة. الدنمارك كمان فرق من المنتخبات الرائعة جدا جدا. عامل شغل رهيب. ومنتخب رهيب. بيفوز على طبعا. أركس مفاجأ السنة دي كابتن هاني بصراحة في مانشستر وفي الدنمارك. بيفوز 2-0. ولندا كمان كانت مباراة قوية جدا. انفرقت على المباراة دي. تأهلت ولندا. 1-0. ولندا تأهلت. ويلز بيخسر من ولندا 1-0. جزر فارو بتفوز على تركيا. دي كانت طبعا من النتائج المفاجأة. تركيا ماشي بشكل كويس. حتى لوكسنبورغ كسب لتوانيا 1-0. تكلم عن الدنمارك. الدنمارك عامل المباراة قوية جدا. انفرقت على مباراة أمام منتخب الفرنسي كمان تابعتها. لا منتخب قوي جدا جدا. وانت بتقول لأريكسن. طبعا أنا عشان. بعد إفاقة من الموت بيرجع بكوه. الرجل بيلعب في البيك بتاعته مع أنه هو رجع من إصابة كبيرة جدا جدا جدا. كان هيفارق فيها الحياة فعلا زي ما بيقوله. وراجل خلاص كان بيموت في الملعب ورجع تاني. وشفنا عمل انتفاضة في مانشست رينايتد. وهو كان سبب من أسباب الالترنينج بوينت على مانشست رينايتد من أول ماتشم في السيزون. نفس الكلام لما نشوفه مع منتخب الدنمارك. هو المحرك الرئيسي المنتخب الدنمارك. بس أنا عاوز أرجع برضا كابتل لساوس جيت. أمكننا بنتكلم عنه. هنرجع مع ساوس جيت أنا وانت عشان هنتكلم على مباراة إيطاليا وإنجلترا. نركز على مباراة إنجلترا وإيطاليا المنتخب الإيطالي فاس فيها واحد سفر. ونتكلم على الانتقادات الكثيرة على مستوى الصحافة الإنجليزية لساوس جيت. وإنه بعض الصحف قالت حتى لو كان العقد بيحميك إنك تقعد. لكن مهمتك ستنتهي بعد كاس العالم. بزبط. طبعا عارف كابتن إعلام الإنجليزي ما بيسميش أحد يتبح. بيتبح أي حد عندهم عنصرية كبيرة جدا للعيبة بتاعتهم. بصياته في العيبة بتاعتهم جامد. بنشوف اللعيبة كتير قوي في إنجلترا بتتبعه بأرقام مهولة. هو ده الإعلام الإنجليزي. ولكن في نفس الوقت هم عندهم عنصرية كبيرة جدا لتيشرت المنتخب. وطبعا عارفين الجمهير بتاعتهم متعصابة إزاي والكلام ده كله. ولكن ساوس جيت ما ينفعش من فريق بحجم قوة إنجلترا. وبحجم اللعيبة اللي موجودة في إنجلترا. وبحجم قوة الدوري الإنجليزي. وبحجم السكواد اللي موجودة والراجل يخسر وما يكسبش ولا مباراة في دولة أمور أوروبية. يعني خمس مطشط لعبهم ما يكسبش ولا مباراة. طبعا دي مشكلة كبيرة جدا لساوس جيت. وعلى فكرة يا كابتن. الإعلام كان بيهاجم ساوس جيت من أيام كاس عالم 2018. إن هم شايفين إنجلترا من بعد 66 ما رحتش بعيد في كاس العالم. ولكن كان قريب إنه يروح في فاينل ويقدر يكسب كاس العالم. بس النتائج ما كانتش وحشة. يعني الأداء فيه اهتزاز لكن وصل بقى رابع العالم وحتى في اليورو. لساكافة كنت شاف إنه ممكن يعمل حسن من كده. يعني هو كممكن يروح أكتر من كده. منتخب إنجلترا قوي جدا كابتن. إحنا نبص مباراة برضو برضو بيلعبوا ماجواير. أنا معرفش إيه خاصة ماجواير برضو. لسا برضو بيلعب بيهو بيلعب طريقته 3-4-2. بالضبط برضو ماجواير لأنها بيلعب ومبتدي. وكان شوفت يعني حتى الهاي لايتس طاعة الماتش كان فيه ماجواير في كذا كورة لعيب أقصر منه. بيطلع ينط ويعمل الجومب ويأخذها منه. بس المشكلة بتاعة إنجلترا بتاعة ساوس جيد بالنسبة لي عدم ثبات التشكيل. على المستوى الفريق كله. على مستوى الفريق. أنت بتكلم على خط هجومي رائع. طبعا هاريكين. يعني بتكلم على فودين. هاريكين وعندك ستيرلينج وعندك أرنولد وعندك ساكا وعندك جيمس وعندك فيليبس في نص الملعب. فيه لعيبة كتيرة جدا جدا جدا. ولكن التوليفة لحد دلوقتي مش قادر تزبط معين الراجل في اليورو. كان عامل أداء كويس. وكان قريب جدا من المكسب لولا دربات الجزاء اللي خسروها. ولكن أعتقد أن ساوس جيد بعد كسة العالم هيمشي بشكل كبير جدا. وما أعتقدش أنه ممكن يعني لازم يعمل معجزة بقى. يوصل إلى نهاية. بس يا كابتن سكوات تقيل جدا. أنا فعلا أنا مستغرب إزاي بالسكوات ده إنجلترا بتقدم الأداء الوحش ده. هتقول لي طب نحن ممكن نكون عشان دوري الأمة أوروبية. وتكلمنا عن الاهتمام وما فيش الناس كلها مهتمة واللعيبة. ولكن يا كابتن أكسر عالم بعد خمسة وخمسين يوم بالزبط. أو سبعة وخمسين يوم يعني خلاص أهل من شهرين. صحيح. عفوا. فأهل من شهرين. خلي الناس تقلق بشكل أو باخر. طبعا أنا كابتن ما خلاص. يعني إحنا دوقتي ما نشوف كاسر عالم لما كان بيتعمل في الوقت بتاعه العادي اللي هو في الصيف. كنا بنشوف إنه قبل كاسر العالم بشهرين بيتخشه في المعسكرة بيلعبوا ممبرات ودية كتيرة جدا. فهي بتعتبر دي دوقتي فترة تحضيرية لما قبل كاسر عالم. لأن ما فيش توقفات تانية. أعتقد فيه توقف بس مرة تانية قبل كاسر العالم. فالموضوع هي بصعب جدا.